وفي نفس السياق عبر سيد رئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية على فيسبوك عن سعادته لزيارته الأولى لجمهورية تركيا ولقائه بفخامة الرئيس رجب طيب أردغان مبارح صدر إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا خلنشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير أخبار كتير حصلت مبارح من بينها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر على صفحته الرسمية على فيسبوك عن سعادته لزيارته الأولى لجمهورية تركيا ولقائه بفخامة الرئيس رجب طيب أردغان وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي حافظ بلدين العريقان على علاقات تاريخية وشعبية عميقة الجذور تعززها علاقات سياسية قوية أنشئت منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد القائد المؤسس مصطفى كمال أتاتورك ربما زيارتي وزيارة فخامة الرئيس أردغان للقاهرة في وقت سابق تبشر بفصل جديد في الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا على أساس أدوارهما المحورية في المنطقة وعلى الصعيد الدولي وتحقيق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين وانبارح صدر إعلان مشترك للاكتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا وبناء على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية الموقع في 14 فبراير 2024 بالقاهرة وأخذا في الاعتبار أن عام 2025 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر وإذ يعربان عن إرادتهم لترفيع شركتهم وتعاونهما في كافة المجالات للمستوى الاستراتيجي واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن وإذ يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما وراءه ويعيدان التأكيد على التزامهم بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة والأمن الغزائي وإدراكا منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفع متبادلة للطرفين أيضاً امبرح وفي إطار مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي بالعاصمة بكين حضرت دكتور مصطفى مربولي رئيس مجلس الوزراء مأدوبة عشاء رسمية استضاف خلالها شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية والسيدة قاري ناتو الحضور رفيع المستوى من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمنتدى ولد وصوله لمقر الفعالية بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين جرى وفق مراسم الاستقبال التقاد صورة تذكارية جمعة الرئيس الصيني وقاري ناتو مع رئيس الوزراء وقاري ناتو ثم شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة جماعية للحضور من رؤساء الدول والحكومات المشاركين بالمأدوبة وده قبل أن يشهد الجميع عرض فني مميز من الفولكتور الصيني والأفريقي قدموا شباب وشبات يحملون أعلام الدول المشاركة من بينها العلام المصري انبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحاته الرسمية على فيسبوك أن قيادة المنطقة الغربية العسكرية نفزت عدد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية لدعم أبناء المحافظات الحدودية التي تقع في نطقها وده في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني وزيادة أواصر الترابط بين أبناء الشعب المصري وقواته المسلحة كما حرست قيادة المنطقة الغربية العسكرية على التواصل المستمر وتقديم الدعم اللازم لأبناء محافظة مطروح من خلال عقد اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل وأعضاء مجلس النواب لعرض المشاكل والصعوبات التي تواجههم والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ترجمة نانسي قنقر